بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد قال أباب النهي عن سب الريح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد باب النهي عن سب الريح هذا من منقصات التوحيد لأن الريح مخلوقة مدبرة بأمر الله سبحانه وتعالى فهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته والريح تجري بأمر الله بالخير والشر فأعاد أهلك الله بالريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وتكون الريح فيها خير وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يعني تأتي قبل السحاب يعني تأتي قبل السحاب وتسوق السحاب إلى ما أمره الله به في ينزل السحاب في الجهة التي أراد الله سبحانه وتعالى فهي تأتي بالخير وهذه الرياح وأما الريح الحياذ بالله فهذه عذاب وفي ثمودة إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم نعم عن أبي بن كعبر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صحها والترمذي نعم هذا المشروع عندما ترى الريح أن تدعو الله من خيرها وتستعيل بالله من شرها فإنها مخلوقة مدبرة بأمر الله تأتي بالخير وتأتي بالشر حسب ما يأمرها الله به نعم قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قوله باب النهي عن سب الريح عن أبي بن كعبر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححة والترمذي لأنها أي الريح إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره لأنه هو الذي أوجدها وأمرها فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه نعم هذا هو السبب في النهي عن سب الريح أن سبها سب للذي أوجدها وأرسلها وهو الله سبحانه وتعالى فهي مخلوقة مدبرة تجري بعمر الله وتأتي بالخير وتأتي بالشر فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه كما تقدم في النهي عن سب الدهر وهذا يشبهه نعم فما سبت الريح تشبه النهي عن سب الدهر وقد نهى الله كلا النوعين فقال لا تسب الريح وقال لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر يعني هو الذي خلق الدهر ويدبره ويدبره سبحانه وتعالى نعم فما سبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه كما تقدم في النهي عن سب الدهر وهذا يشبهه ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده ما يسب الريح إلا الجاهل الذي يجهل حكمة الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته والجهل آفة قاتلة كما جاء في الأثر فعلى المسلم إذا رأى الريح أن يدعو الله من خيرها يسأل الله من خيرها ويستعيد به من شرها فإنها تأتي بالخير وتأتي بالشر بحسب ما أمرها الله جل وعلا به نعم فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الريح فقال إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به نعم هكذا يشرع عندما تأتي الريح فلا تسب الريح لأنها مأمورة مدبرة من الله سبحانه فمثبتها مسبة لله جل وعلا والمشروع إذا رأيت من الريح ما تكره أن تدعو الله بيأتفت تقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أمرت به فتدعو الله جل وعلا بأن يصرف أنك شرها وأن يعطيك من خيرها نعم ففي هذا عبوذية لله وطاعة لله ولرسوله واستدفاع للشرور به وتعرض لفضله ونعمته وهذه حال أهل التوحيد والإيمان نعم أنهم إذا رأوا الريح ورعا بنا ما يكره فإنه لا يسبها وإنما يدعو الله الذي يرسلها أن يعطيه من خيرها وأن يكفيها شرها نعم خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان نعم فلا يسبها إلا من حرم ذوق حقيقة التوحيد وأما المؤمن فلا يسب الريح فإنها مدبرة من الله سبحانه وتعالى نعم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل في هذا الباب مسائل من عادة المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه إذا فرع من الباب وما ورد فيه أنه يذكر أنه يذكر الفوائد المستفادة من النصوص المذكورة في الباب وهذا هو فقه توحيد نعم قال المصنف رحمه الله الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره إذا رأى ما يكره من الريح فإنه يدعو الله الذي أرسلها وأن يقول ولا يجعلها عذابا نعم الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة إلى أن الريح مأمورة مدبرة من الله سبحانه وتعالى فهو الذي يرسلها وهو الذي يصرفها فيتجري بعمره سبحانه وتعالى فمسبتها مسبة للذي خلقها وأوجدها وهو الله سبحانه وتعالى نعم الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر نعم قد تؤمر بالخير والنفع للخلق وقد تؤمر بالشر كما أهلك الله عادا بالريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كما قال تعالى فأصبح لا يرى إلا مساكنهم نعم وبالله تعالى التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر